ما تخافوش مش هكمل الفيديو بالانجليزة انا اخر الجملة دي تابعونا لنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة علامة استفهام لو اول مرة تشوفونا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة اه طبعا الفيديو اللي فاتح احنا اتكلمنا عن موضوع المحتوى المخصص للطفل وشرحنا الموضوع ده كله باختصار في فيديو فاتح هزر معكم الفيديو دلوقت في الاشعارات ولكن مش دي المشكلة المشكلة انه هيتم تقليص امتيازات كتيرة جدا منها ان الارباح هتقل يعني فيه ناس قالوا ان الارباح هتقل بنسبة من من اتنين في المية الى سبعين في المية تخيلوا هيقلل جودة المحتوى المقدم للطفل لان فيه ناس بتقدم محتوى ممتاز جميل جدا للاطفال اللي هم تحت سن 13 سنة القنوات دي هتختفي مع الوقت فيب انت كده قضيت على محتوى مجانا محتوى محترم محتوى نظيف موجه للاطفال سواء المحتوى ده تعليمي او محتوى طرفيه المشكلة ان هم موسعين القاعدة يعني عاملين الموضوع بشكل شمولي جدا بمعنى ايه بمعنى ان هم قالوا حتى لو المحتوى جاذب للطفل يعني حتى انا لو مثلا عامل رحلة والرحلة دي ظاهر فيها اطفال او ظاهر فيها العاب او انا حتى فيه ناس كتب بتسألني في التعليقات انا بعمل فيديوهات ببجي او العاب او اي حاجة او او بنت بتطبخوا عندها 13 سنة تبقى انا اه المحتوى بتاعي ده لناس كبيرة ولكن قد يكون جاذب للطفل لان فيه طفل فالموضوع واسع قوي فيخرب بيت ناس كتير دي حاملة عاملينها اليوتيوبرز الامريكان والاوربيين في جميع انحاء العالم الموضوع قلب الدنيا بشكل كبير جدا لان الموضوع دلوقتي هيدخل في حيز التنفيذ في شهر واحد الجاي واليوتيوب هتشيل ايديها واليوتيوب مش هتقدر تساعدك او مش هتقدر تقول لك تبدأ المحتوى ده موجه ولا مش موجه لا ده هتقول لك حتى لو الموضوع انت ما قدرتش تحدده ده انت ممكن ده انت جبانة بردة الموضوع ممكن تحدده ان انت يعني تستشير شخص قانوني او محامي يعني شايفين درجة الصعوبة وصلت لحد قده غير كده ان فيه يعني انا قريتش وارف القانون الغرامة بتوصل لتنين واربعين الف دولار على المقطع الواحد تخيلوا يعني الناس الامريكان او الناس اللي بتقدم محتوى في امريكا وفي جميع الحال العالم بقى لان دي منظمة دولية لو اه تم اكتشاف ان انت عملت مقطع والمقطع ده محددتش ان هو موجه للطفل بسبب ان انت عايز بقى ارباح وكده ومش عايز ان الارباح بتاعتك تقل اتنين واربعين الف دولار فيديو واحد يعني لو انت عامل عشر فيديوهات بربعمائة وعشرين الف دولار يعني اتبيع الشارع بتاعك عشان تدفع الناس دي عملت اه حملة انا ادلوقتي هسيب لكم رابط في احنا عايزين نصوت في الحملة ديت او عايزين نحط صوتنا هم عايزين يجمعوا مية وخمسين الف اه صوت يعني خلي بارك شوفوا الدنيا مقلوبة يعني انا ادلوقتي عامل الموضوع عامل تصفية ويعني مختار اخر اسبوع تمام شوف فيديوهات قدي عن الحملة دي فيديوهات كتيرة جدا تمام اه عن الموضوع ده اه انا ادلوقتي لو دخلت على على جوجل انا هسيب لكم رابط في الديسكريبشن بس فيه ناس بتخاف تدوسها على رابط مش عارف ليه مع ان انت لو الرابط من مكان مصدر موصوق منه يعني ما تقلقش منه انا هسيب لكم الجملة ديت في الديسكريبشن هتحطها في السيرش من على الموبايل ما فيش مشكلة وهتختار اول نتيجة بحس والموقع ده مش معمول لموضوع قانون كوبا بس لا الموقع دوت يعني لو فيه قانون دولي او فيه اي اه مشكلة على مستوى العالم عايزين نوصل المشكلة ديت او عايزين نغير من صناعة القرار بيعملوا تصويت يعني احنا دلوقتي عايزين مية وخمسين الف صوت هم جمعوا لحد دلوقتي مية وخمسة الف صوت اهو بقى مية وستة يعني شوف كل ثانية فيه ناس بتخش يعني الدنيا مقلوبة لان اليوتيوب هيخسر وصنع محتوى كتير القنوات هتقفل وهتتأثر فيه ناس وفيه قنوات اعتمادها او دخلها من الموضوع ده وقنوات عائلية وناس ثابت شغلها وتفرغت للمواضيع ديت يعني شايفين مية وستة الف هم عايزين مية وخمسين الف عشان يبتدوا يتحركوا وهنا الفيديو اللي بيشرح الموضوع انا طبعا بترجم عامل ترجمة الصفحة ممكن زي ما قولتلكم تشتغلوا من على الموبايل اه لو يعني لكم في اللغة الانجليزية ممكن تشوفوا الفيديو دوت هي بتقول المبررات اللي احنا هنتكلم فيها او طلباتنا وبيشرحوا طبعا هنا مكتوب برضو ان الموضوع دوت او التصويت دوت ده نظام التماس الى لجنة التجارة الفيدرالية يعني الالتماس ده مش لليوتيوب لان اليوتيوب آآ مغلوب على امره ان يعمل كده وبتقول ان الموضوع ده هيلحق ضرر اكبر من نفعه ليه بقى وخصوصا للاطفال ليه لانه هيتم تقليص المحتوى الجيد الملائم للطفل وطبعا كاتبين ان هو بيجبر العديد من المبدعين على ايقاف الاعلانات المخصصة فده هيدي فرصة للمحتوى المتطرف والاكسر نتجن اللي هو يتوسع بشكل اكبر على حساب المحتوى الموجه للطفل دي طلباتهم من اهمها ان هما ما يوسعوش النطاق ليشمل محتوى جازب للطفل ده انت بتتكلم ان هو ده انت بتقول لو طفل عدة في الشارع اه ممكن يجذب اطفال تانية ان هي تشوفوا الفيديو موسعين الدنيا بشكل كبير جدا فاحنا دلوقتي هنصوت مع الناس ديت وانا هعلمكم زي دلوقتي تشارك في التصويتات هنكتب بقى هنا في اول خيانة الاسم الاول وبعد كده الاسم التاني عايز تكتب اي اسم لو خايف يعني مفيش مشكلة وهنا تكتب اي ايميل يعني مش شرط الايميل الرسم اللي انت شغال بيه او لو انت خاف بقى من الهكر والكلام ده لأ انا نفسي كتبت اي ايميل فانت اكتب اي ايميل وبعد كده اعمل التوقيع على هذه العريضة هنا بقى بيقول لك انت ممكن تدفع خمسين جنيه سترليني علشان تقدم في الالتماس ده طبعا احنا ما معناش خمسين جنيه سترليني فانت تقول لا سأشارك بدلا من ذلك يعني ايه سأشارك يعني هشارك الرابط وانت ممكن برضو ما تشاركش الرابط انت بس دوس على لا سأشارك بدلا من ذلك عايز تشارك الرابط عايز تشاركه على الفيس على اي مكان هتشاركه. مش عايز اعمل نسخ الرابط وخلاص على كده. هيجيب لك تحت هنا استمرار. استمر. شايفين الناس? كل ثانية فيه ناس بتشارك. هنا بيقول لك هنا وقع على عشر عرائد موصى بها لبناء قوة دفع لتحقيق النصر. يعني مش بس هم اه الاعتراض على الموضوع ده بس. لا ده فيه اعتراضات يامى بقى يعني فيه ناس مقدم اعتراض على اللي بتعمله اسرائيل في فلسطين. فيه ناس مقدم اعتراض على مش عارف معاملة الحيوانات بعنف. اعتراضات يامى. انت عايز تشارك في اعتراض من الاعتراضات ديت. هتعمل هنا مسلا ده اعادة النظر في القواعد الجديدة المتعلقة بمقاطع الفيديو الخاصة بالاطفال والاسرة على اليوتيوب. ده اعتراض تاني اعمل ماشي. تمام? كده انت فرض عقوبات مالية عسكرية على الاسرائيل بسبب جرائم الحرب. عايز تعمل كده ماشي. ان هو انت كده شاركت خلاص. انترنت افضل في مصر ماشي. انت لو مش عايز تشارك. طبعا انت احنا عشان في مصر. جايب لنا حاجات متعلقة بمصر. هنا انقاذ الغابة المتحجرة في مصر. ماشي. انا هشارك معاك. انا عايز انقاذ الغابة المتحجرة. توقف عن اساية معاملة. وهكذا. هتعمل على عشر او هتوقع على عشر اعتراضات. هنا كده فضل الاربع. لو انت مش عاجبك الموضوع عايز تعمل تخطي على كله. هتعمل تخطي ما فيش اي مشكلة. لقد شهدت جميع الالتماسات الموضوع بها. كده خلاص. انا خلصت. هعمل تخطي. يبقى انا كده شاركت في التصويت. الموقع دوت ده موقع مشهور جدا. آآ لتقديم الاتمازات. موقع ما سوق منه جدا. اقعد خافه وتقول ده هكر ومشكلام الفاضي ده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو فيه اي سؤال اكتبهولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.